عندك حارس مرمى موجود في فارقه. ده هيبقى جون منتخب مصر العشر سين الجايين. محمد صبحي. صحي. فلازم برضو يبقى في تفكيري النهاردة انت النهاردة ما يبقى في تلات حراس مرمى جامدين. هيبقى تلات هتلاقي المستوىات مبتكاربة هتلاقي حرب عشان دايلة. ما تقوليش بقصة هينفسنه على بعض. واصل بتاع. مفيش الكلام ده في الكرة كارين. انت فهم قصدي. فانت عندك حارس مرمى يعني انبارح صبحي في الديام مية مسك بلانتي بتاع ناصر ماهر. صح. انت فهمني يقولك ايه قصة الصبحي لسه صغير. عند اربعة وعشرين سنة. او تاتة عشرين سنة ويقولك لسه ناشئ. مفهم هاش دي بقى. انت فهم قصدي فاحنا عندنا هنا حاجات كتير جدا. مفاهيم كده غريبة جدا. اه. تاتة عشرين سنة ده خلاص بقى لعيب عجود. يعني لعيب لعيب كبير خلاص. انا بقول هنا. اه بابي عنده تاتة عشرين سنة ويقولك ما ما اسمعنش فرنسا. بدري. بدريت ساعتاشر سنة بالزبط كده. لكن زي ما قلت لك الدورة السنة ده هيبقى صعب. هيبقى في مكاسب وهزائم. ومس زمالك بس. هتلاقي نادي الاهلي برضو. هتلاقي الكصة. فالسنة ده هتلاقي المنافسة. هتبقى شرسة الاخر نفس. بس مش هيبقى كل مش هيبقى الفرقتين هيبقى ماشيين بمكاسب على طول. لا. هتلاقي. هتلاقي. نوعات كده في المقدمة بتاعت النهار ده. انا بقولك. انه لعيب وزمالك برمزة بتكلم اتنين وتلاتين بونت. اه. عنده المقصة الماتشي الجاي. نت بتفوزه هتبقى اكتر هيبقى خمسة وتلاتين بونت. فهتلاقي بدأ يقرب من. من الآله الزمال التاني. عشان كان باعت شوية. انا بقولك. وعندهم وعندهم سبات للفترة دي كوي. يعني ماشيين مع الراجل تاكس بشكل كويس. طيب. هرجع تاني لنادي الزمالك. جزوالد وفريرا. بعد كم المتشاط دي. عدد المتشاط اللي هذه. نقدر نقول ان هو حطي يده على الفرقة. ولا لسه عنده نواكس كثيرة. لسه ما قدرش يلمها. كريم. اه. لازم نعوذ برضو الراجل. وانا بقولك. ازي ما قلتلك. ما. انت القماشة مش عندك كتيرة. مش كبيرة كريم. انا بكلمك بصراحة. يعني المشكلة برضو اللي احنا عندنا تكسب تلات اربع ماتشاط. الدنيا بتتفخم قوي. بتتمجد. لا. عشان برضو يبقى فيه صراحة. مع الناس. القماشة عندك مش كتير. صدقني. انت ممكن يكون عندك كم. لكن بتستفيد بعدد محدود في اللعيبة. انت فهمه قصدي. فالله يكون في عونه. يعني انا شايف اللي هو الموسم ده. هو بيحاوله. وزي ما قلتلك الزمالك هينافس. وهيوصل مع الاهل وبرمز اللي ما راحل في البطولة الاخر. لكن هو هيحط هيحط ايده على اللي هو محتاجه السنة الجاية اكيد في الفرقة. لكن هو اكيد الراجل المقتنع من جواه. اللي عنده بعض المراكز فيها مشكلة. ايه اللي ناقص في الزمالك محتاج فيه بسرعة دعم. ده كدعم في اللعيبة. ام. انت محتاج اقل حاجة اتناشر لعيب. ينهرب. اه طبعا. انا بي كلمك بصراحة. محتاج انت المركز الوحيد. اللي ممكن مش محتاج دعمي فيه الباكليفت. ليه? اه. عندك تلاتة. عبدالله وعبدالشافي وهو فتوح. اه. لكن دور على كل مراكز الملعب. لا انت محتاج. ناشر كتير او. طب عد معي. اه. انت محتاج اول حاجة ستة. محتاج اتنين تمانية. محتاج واحد عشر. محتاج راس حربة. محتاج لقاشر في ان شاء الله ايه ماشي محتاج هوف ليفت. محتاج هوف رايت. ومحتاج سير دي باك رابع مع التلاتة اللي موجودين. ومحتاج حالس مار مايرجا. ومحتاج باك رايت. محتاج. بكلمك بصراحة. انا بفوجة نظرك ايه. بسوء انتقالات صعب ده. لا ما انا بقولك. لا ما انا بقولك. انت عشان السنة دي ما عملتش انتقالات. فانت اكيد صعب ولازم. اقل حاجة عشر اتناشر لعيب. بكلمك بصراحة. بزاة نص الملعب. في لعيبة شايفة ما فقد تمشي من الزمالك دلوقتي. دلوقتي حلم. لا يعني مع نهاية الملعب. اه طبعا. من اللي موجودين. اه طبعا. اه. طبعا. نجل ما نقول اسمها طبعا. لا طبعا. عمري محاول اسمها. ولازم برضو يبقى انا بفوجة نظر لازم في فكري بقى في الاجانب يا كريم. انا ابوكا. اللي انت بنتكلم عليها. ده انبي جايبينه. انترف جايبينه منينا كريم. من ايه. اوبروس. ابرس. فيها اابرس تركيا. ابرس يونانية دي اللي بلعب فيها عمري ورده وانالعينت فيها ده دوري محترم وفيها فرق بتاعه عبشامبوز ليج وبتاعه. ابرس التركيا دي اللي هي التابع تركيا. او الجزيرة تابع تركيا. ده عندهم دوري. مش معترف فيه اصل. دوري هوا. جايبينه من هناك. جايبينه من هناك. دوري ده ممكن يبقى ست فرق. وما فيش يعني. اللي هو بيمشي رجليهم يعني بيمشي فهم حاجة كده يعني حاجة فورفن فالناس دورت صح وشافت صح وكل حاجة أنا أتمنى ما أنا أقولك أنا لما أتمنى اللي المدرسة في نادي الزمالك بتاعة التسويق أو اللي انت تشتري المحترفين لأ نبص بقى يعني المغرب فيها لعبة كويسة والجزار فيها لعبة كويسة بس صداني أحسن محترفين جوم في تاريخ نادي الزمالك كانوا من أفريكا الصمراء هتتكلم على كوارشي هتتكلم على منويل المونيكي على برشلونة كوارشي حدس ولا حارق فنتمنى يبقى بقى انت عندك السنغال فيها لعبة كويسة مالي فيها لعبة كويسة غنيا فيها لعبة كويسة غنيا بيساو دي لليعبت في الأمم الأفريكية فيها لعبة كويسة في فرق فنتمنى السوق بتاع شمال أفريكيا يبدأ إلي شوية و مبص على اللي هما. زي قالوا يانج في نادي الاهلي. راجل جاي من منتخب مالي الوقتي وخلي بالك الدول بيبقوا عندهم اللاعب الافراقة اللي هما الافريكة الصمراء زي ما بقولها. بيبقوا عندهم هدفة كريمة. اللي هو بيبقى جاي مصر هنا عشان عايز يطلع على اوروبا. طبعا. مش جاي عشان اهمه اللي هو ياخد فلوس او كذا او كذا. لأ لأ. عشان هتلاقي برة. ده محطة اه. بيبرة. بس يخلق بالك جميل اهلي و الزمالك بيزعول لأهم بلون كده. ليه بيزعول لبين. بس اللعيب الافاركة اللي عندك ده. وجاي لك محطة. يقول لك لاي. انا الاهلي انا الزمالك. واهو جاي محطة. احنا اختلف بس يعني. معلش يعني. والنهاردة لو لعيب في اهلي وزمالك مصري. جالوا عرض في بارشلونة. او في سبورت انجليشبونة. او بتاع الجمهوري. هيقول لك لا. اكيد. الناس بيتفرج على صراح ليه. عشان بيلاعف في في ليبر بول انت فاهمه قضي لو الافاركا كمان يعني انت بس اللاعب اللي في مصر هنا الناس ممكن تتدائي منه لو ما رحش النادي كبير لك الافاركا دول لو رح نادي درجة تانية في فرنسا هيقولك أنا مبسوط فانتمنى للمدرسة هتبدأ تتغير شوية يغيره